بالدين بالإيمان يكون الإطمئنان تكون السعادة تكون الراحة هذا سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أسلم حينما وجد السعادة والراحة في الدين كان له أم أم يحبها حق سديد فحينما علمت بإسلامه قالت يا سعد والله لا أكل ولا أشرب ولا أمتشط حتى تعود عن دينك حتى تكفر بدينك لكن سعد وجد سعادة في الإسلام وجد راحة وجد ثمانينة أمه ما أكلت اليوم الأول ولم تشرب لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث أتاها سعد في اليوم الثالث وهي لم تأكل وهي لم تشرب شارفت على الهلاك سعد ينظر إلى أمه وهي تهلك أمامه سعد ينظر إلى أمه وهي سوف تموت إن لم تأكل وإن لم تشرب لكن سعد وجد السعادة لكن سعد وجد الراحة أين وجدها؟ وجدها في الصلاة وجدها في القرآن وجدها في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دخل سعد على أمه وقال لها يا أمه اسمعوا قال لها يا أمه والله لو أن لك مئة نفس والله لو أن لك مئة نفس ورأيتها تخرج نفسا وراء نفس والله ما رجعت عن ديني طرفة عيد والله ما رجعت عن ديني طرفة عيد دين الإسلام هو دين السعادة دين الراحة في الصلاة في القرآن في المساجد في الحرم والله نسعد أمام السعشات مع الأقنيات مع المحرمات مع المسكرات والمخدرات والله نجعب ونشعب